اخبار الرياضة من قناة الجزائر الدولية اهلا بكم في المستهل يحل جيفانتويس ضيفا على نادي صاليرين نيتانا امسية اليوم برسم الجولة التاسعة عشرة من الدور الايطالي وكان اليوفي قد اكتسح المنافسة ذاتها الخميس بستة هداف هدف في ثمن نهاء كأس ايطاليا ويسعى لتحقيق فوز جديد يجعله يقلص الفارقة الى نقطتين عن انتير المتصدر الذي فاز بدوره على فيرونا السبت ويحتل نادي السيد العجوز المركز الثاني بثلاث واربعين نقطة فيما يقبع صاليرين نيتانا في المركز الاخير باثنتين عشرة نقطة الشيء المهم هو ان لا نتخلى عن حذرنا ابدا المباراة الاخيرة انتهت والان لدينا مباراة اخرى لدينا اختبار مهم اخر في الدوري وبعدها سنكون امام فرصة الوصول الى نصف نيائي كأس ايطاليا يوم الخميس لذا يجب علينا ان نقطع خطوات صغيرة في كل مرة ما يستلزم تحذيرا جيدا يجب ان نلعب بالطريقة التي حضرنا بها نحن نتذرب جيدا لنلعب بشكل جيد تأهل ريال مادريد الى ثم نهاية كأس مالك اسبانيا بعد فوزه سهرة السبت على ارندينا بثلاثة هدف مقابل هدف واحد خوسيلو سجل الهدف الاول لريال بضربة جزاء عند الدقيقة الرابعة والخمسين وبعدها بدقيقة اضاف دياز الهدف الثاني قبل ان يعمق المدافع الالماني روديجر الفارقة لصالح الريال في الدقيقة الاخيرة من الوقت الاصلي بينما احرز ناتشو بالخطأ اقول هدف ارندينا ليبلغ الميرانجي الدور المقبل من المنافسة التي توجبها في عشرين مناسبة من جهته يحل برشلون صارت اليوم ضيفا على بارباسترو الناشط في الدرجة الرابعة برسم الدور السادس عشر من كأس مالك اسبانيا ومن المتوقع ان يجري المدر بوتشافي عدة تغييرات على مستوى التشكيلة الاساسية لفريقه باقحام عدة لعبين شبان على رأسهم المدافع البرازيلي الجديد فيكتور روكي ويسعى البرص لتحقيق انطلاقة قوية في المنافسة التي فاز بها في 31 مناسبة ما يجعله صاحب الرقم القياسي في عدد التتويجات بها وإلى انجلترا يستهل مونشستر سيتي اليوم حملة الدفاع عن لقبه في منافسة كأس الاتحاد حين يلاقي هيدرسفيلد يونيتد الناشط في الدرجة الثانية ويعتبر المونسستي مرشحا فوق العادة لتحقيق التأهل على أرضية ملعبه ومواصلة المشوار أملا في المنافسة على لقب أعرق مسابقة كروية والتي فاز بها النادي سبع مرات آخرها الموسم المنصر على حساب الغريم مونشستر يونيتد لن تجد أحدا في النادي لا يعشق منافسة كأس الاتحاد الإنجليزي وهي كذلك حتى بالنسبة لي وإن لم أولد في هذه البلاد لكنني وقفت على أهميتها منذ مجيئي إلى هنا البطولة تشارك فيها كل الفرق وحتى فرق الدرجة الرابعة والدرجة الخامسة لذلك فإنها بطولة صعبة وبإمكان أي فريق مشارك فيها الانتصار على أي فريق ما يجعلها فعلا بطولة مميزة في خبر آخر علن الاتحاد والبرازيلي لكرة القدم إقالة المدرب المؤقت للمنتخب فرناندو دينيز بعد أقل من عام عن توليه المنصبة خلفا لتيتي وقال الاتحاد البرازيلي لكرة القدم في بيان رسمي إن رئيس إدنالدو رودريغاز أبلغ دينيز برغبته في المضي قدما في عملية استقدام مدرب دائم وتم التعاقد مع دينيز بمجب عقد يمتد إلى غاية منتصف عام 2024 تحسبا لإقناع أنشلوتي بتولي المنصب لكن تجديد المدرب الإيطالي عقده مع الريال جعل اتحاد الكرة البرازيلي يتخذ خطوة الإسراع في حسم صفقة مدرب جديد ويعتبر المدرب السابق للريال زين الدين زيدان أبرز المرشحين لتولي المنصب وكان دينيز يشرف في الوقت ذات على تدريب فلومينينسي وقاده إلى تحقيق لقب كأس لبرتادوريس بالإضافة إلى فضية كأس العالم للأندية كشفت تقارير إعلامية عن عودة لعب مونتشستر يونيتد جادون سانتشو إلى بروسيا دورتموند على سبيل الإعارة خلال فترة الانتقالات الشتوية وكان الجناح الإنجليزي البالغ من العمر 23 عاما قد انتقل إلى المان يونيتد سيفا 2021 ولم يرعب سانتشو مع الشياطين الحمر منذ شهر أوتا المنصر بسبب خلاف مع المدرب الهولندي إيريك تينهاك ولعب سانتشو أربعة مواسم مع دورتموند وسجل خلالها 49 هدفا مع تقديم 63 تمريرة حاسمة للفريق الألماني في جميع المسابقات حسم ندي توتنهام الإنجليزي أولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية على سبيل الإعارة بعد أن اتفق مع رايب زيتش الألماني على انتقال المهاجم تيمو فيرنر إلى صفوفه إلى غاية نهاية الموسم مع إمكانية الانتقال بصفة دائمة ومن المتوقع أن يخضع فيرنر للفحص الطبي اليوم قبل ترسيم عودته إلى لندن من بوابة توتنهام بعد تجربة أولى في تشيلسي توجى فيها فيرنر بلقب دور أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأنديا عام 2021 في أخبار التينيس توجت الأمريكية كوكوغوف بلقب بطولة أوكلاند للعام الثاني على التوالي بعد فوزها الأحد في نهاء على منافستها الأوكرانية إلينا زفيتولينا وبعد مواجهة ماراتونية تفوقت الأمريكية بواقع مجموعتين لواحدة ستة سبعة ثم ستة ثلاثة وستة ثلاثة لتؤكد كوغوف جهزيتها لبطولة أستراليا المفتوحة إحدى البطولات الكبرى للتينيس بهدف الفوز بثاني لقب كبير في مسيرتها الاحترافية مشاهدين بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام هذا الموعد الرياضي للمزيد من الأخبار تابعون عبر مختلف منصاتنا الرقمية ظاهرة أسفل الشاشة السلام عليكم اشتركوا في القناة